وَيْرِ الْمَغْبُ عَلَيْهِمْ وَلَوْلَى الْمُولِينَ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِ بِأَخِنَّكُمْ لِنْ أَبِيكُمْ وَلَا تَرَوْنَيْهُ فَلَا كَانَ لَكُلْهُمْ عِنِّهُمْ وَلَا تَقْرَوْنَا قَالُوا سَنُرَوِضُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا فَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتِيَانِهِ جَعْلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي لِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ هَئِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنَعْمِنَّ الْكَيْبُ فَرْسِمْ مَعَانَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّ لَهُمْ حَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُوا عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُمْ ذَاعَهُمْ أَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَابَانَا مَا نَبْغِيْهِ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ فَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْتِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُونَ نِيمِهِ إِنَّا يُحَظَرِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُمْ مُوْتِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إقلال الله عليه توكلت عليه فلتوكل المتوكل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا فرغم لما دخلوا على يوسف آوى إليه خوف قال إني أنا خوف فلا تبتس ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم في عرس القادة برحلة فيه ثم أذر مؤذل أيتها العين إنكم الأفصارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقلوا صواع الملك ولمن جاء به حمد بعير ونبيه زعيم قالوا تالله لقد عليتم ما جئنا لنفسد في العرض وما كنا سارقين قال فما جزاؤه إن كنتوا كاتبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك أكرنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم العليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخذهم من قول فسرها يوسف في نفسه ولم يدهرهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له بني شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا أراك من المحسنين قال معاذ الله أن أخذ إنا من وجدنا متاعا عنده إن إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن أبلك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيم حافظين واسأل القضية التي كنا فيها والعين التي أقبلنا فيها وإنا لصادق قال بل سولتنكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يأسف على يوسف وبيضط عناه من الحزن فهو كظيم قالوا كالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهارجين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العجيز إن له أبا من شيخ فلما دخلوا قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وانخلوا من أبواب متفرقة فلما سياسوا منه فلسوا نجيا قال كبيرهما لم تعلموا أن أباب قد خل عليكم موثقا من الله منه وتولى عنهم وقال يا سفا على يوسف وبيضط عناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهارجين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسون يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العجيز ما سناوه نضره واجئنا ببضاعة مجزاة فوفلنا لكي لا تصدق علينا إن الله يجز المتصدقين قال هل علمتم ما فعبتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنهم من يتقوا أسبر فإنهم فهلا يضيوا أجل المرسلين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإنهم على خاطئين قال لا تقريب عليكم اليوم ينفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فأنقوه على وجه أبي أتب صيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العيد خربوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لتعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ظنوبنا إن كن خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبا هذا تأمل رؤيا من قبل قر جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنهم والعلم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأميل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وانحقني من صالحين ذلك من أنباء الله بنوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقضون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه وإلا ذكر للعالمين وكأي من آياتهم في السماوات والأرض يمروا نارها وهم عنها موردون وما يمنكرون لله إلا وهم مشرقون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وتأتيهم ساعة بغضة وهم لا شعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشيكين وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين التقوى فلا تقل حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأس العالم قوم مجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لعول الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق النذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألفنا من راب تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استبع على العرش وسخر الشمس وانقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل آيات لعلكم بلقاه ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها جوزين اثنين يوشي ليلة النهار إن في ذلك لآيات لقومية فكرون وفي الأرض قطعون وتجابراتهم وجنات من أعناب وزرعون أخير من سنوان وغير سنوان يسطى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقومية قلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أإذا كنا ترابا أإننا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغنال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجب أنك بسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ذنبهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية لهم من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض مرحب وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القوى ومن جهر به وما هو مستخف بالليل وسارب بالنار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه موان هو الذي يريده البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمله والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيبه من يشاء وهم جادلون في الله وهو جديد محال له دعمة حقه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ وفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض كل الله قل أخذت من دونه أولياء لا من كل ينفسهم نفعا وناظرا قل هل يستوي الأعمى والمصيرا وهل تستوي الظلمات والنورا جعلون الله شركاء خلقهم وخلقهم فرشاهم وانخلقوا عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الضهار أنزل من السماء ماء فسان توزية بقدرها فاحتمل السيد وزبدا رابيا ومما يمكن عليه في النار ابتغاء حين يتم متعين زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكذ في الأرض كذلك يضرب الله نمثان للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا لهن وأن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم عون افتدوا به أولئك لهم سوء حساب ومخواهم جهنم وبسلم هذا أفمن يعلم أن ما هنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الباب الذين يفون بعهد الله ولا ينقذون المثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون صوء الحساب والذين صبروا امتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة ومنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانيتهم ويرؤون من حسنة سيئة أولئك لهم قبل دار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة ينقذون عليهم من كل ذباب سلام عليكم لما صبروا فنهم عقب الدار والذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقفعون ما أمر الله به أن يوصل ويخصدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويخذر وفرحوا بالحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآخرة لما دعوا يقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آياتهم ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أباب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وعملوا صالحات طبالهم وحسن وآب كذلك أرسلناك في أمتهم قد خلت من قبلها أمم تدنوا عليهم الذي أوحينا إليه وهم يقومون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكنت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الزبال وانقطعت به المعارض وقلم به الموتى بل الله نأمر جميعا فلن يأس الذين آمنوا ولم يشاء الله لا أهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وضعهم قريبا من دارهم حتى يأتي بعض الله إن الله لا يخلف المعاد ولقد استهزئ بالسلم من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذهم فكف كان عقابا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سنوهم أن تنبهونه بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل ومن يضرنه فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخر يشاق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقبا الذين اتقنوا وعقبا كافرين النار والذين آتينهم من حتاب يفرحون بما ينزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أريد أن أعبد الله ولا أشك به إليه يدعو إليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولين اتبع تهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له مزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده عم الكتاب وإما نرينك بعض الذين أعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكمنا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله مكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسه وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ألفنا نرى كتاب أن ننزل له إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه من سرعة العزيز إلى سرعة العزيز الحبيل لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل الكافرين من عذاب شديد الذين يسحبون الحياة تدوني على الآخرة ويسدون عنها سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا برسال قومين يبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخذ قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إذن في ذلك لآيات لكل صبال شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذن جاكم من آل فرعون يسومون أبنوا سوءا عذاب ويذبحون أبناكم وسحلون نساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدا لأزيدناكم ولإن كفرتوا من عذابنا شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكن نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فرقوا عيديهم في أفواههم وقالنا كفرنا بمرسلهم به وإننا في شك ما تدعوننا إليه مريبا قالت رسلهم في الله شك مفاضل سماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى جر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأكون بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهنكن الظالمين ولنسكننكم من أرض من بعده ذلك لمن خاف المقام وخاف وعيد واستفتحوا وخارب كل جبال عديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرى ولا يكاد يسيغه ويته الموت من كل مكان وما هو بميد ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال بعيد ألم ترى أن الله خنق سماوات رضب حقيا شيء يذهبكم وإعجب خنق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مقنون عننا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أو صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعادكم وعد الحق وعدهم فاخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أنت عادكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي إني كفرت بما أشربتمون من قبل إن الظالم لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم دحية فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصنها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجد السد من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصنونها وبسنقرار وجعلوا لله أنتادا ليضلوا عن سبيل قلت منتعوا فإنما صيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقبوا صلاة وينفقوا مما رزقناهم سروا على ليتمعوا من قبل أن يأتي أمنا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلق لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سأنتمه وإن تعودني متى الله لا تخصوها إن الإنسان لظلم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرعي عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهبي إليهم وارلقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربنا سميعوا الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب إن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لي من تشخص به لبصار مهطعين مطلعين رؤوسهم لا يرتدوا إليهم طفهم وأفدتهم هواء وأنذروا الناس يومئتهم العذاب فيقولوا الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب قريب نجيب دعواتك ونتبع الرسل أولم تكبروا أقسمتهم قبل ما لكم من زوال وسكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزون منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض وسماوات فرض الله الواحي القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيرهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس مما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر